تحياتي الأجواء المسمة بفكرة القدم هذا مقال طرحته الأثنين الماضي إن شاء الله اليوم حطرح مقال آخر طبعا بتشوفوهم دائما بتويتر وفيسبوك وإنستغرام عندي المساء كل يوم أثنين ميسي خرج قبل أسبوع في مؤتمر صحفي أو مقابلة صحفية حتى نكون دقيقين وتكلم وهذا جنبر توميو ساعات وفعليا ميسي ما كان مجبر يطلع يحكي أنا بدي أضل لأنه فعلا ما طلع حكا قال أنا بدي أطلع خلص كان بالإمكان بصمت وتسريب إعلامي زي ما بلش تسريب إعلامي القصة وتنتهي الحكاية لكن بسي كان بدي وصل الرسالة إنه أنا مليت من بارتوميو قبل ذلك كان عندنا حالة غريبة جدا ريال مدريد وبينيتز فريق سيء فريق دخل بمشاكل كثيرة ثم جاء مدرب اسمه زين الدين زيدان بنفس التشكيل دون شراء لعبين ثلاث دوري أبطال وربعات نفس الفريق عمل معجزة وأيضا في الماضي تشيلسي كان عنده قصتين مختلفات القصة الأولى مورينيو 2014-2015 كان بطل الدوري 2015-2016 كاد تشيلسي يهبط لو لا قالت مورينيو وأيضا بنفس الوقت تشيلسي مع فلاسبوأس فريق سيء فريق عادي جدا إلى فريق مع مدرب الكل بيعرف أنه مدرب عادي جدا هو ديماتيو راح الفريق جاب دوري أبطال أوروبا وقدم أداء ختامي ممتاز جدا شو الفرق؟ الفرق دائما بالأجواب ودائما بحب أذكر بأنه اللاعبين هدول لما نشوفهم بالتلفزيون نشوفهم بالملعب هدول مش ممثلين هدول بالنهاية بشر 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 يعني بيتأثروا في اللي بتأثر فيه البشر حتى لو كانوا أقنية حتى لو كانوا بيأخذوا ملايين بتأثروا بنفس الشي اللي بتأثروا فيه الناس العاديين وما في إنسان على وجه الأرض بيقدر يعيش في جو مسمم في جو في توتر في جو في خلافات في جو في انقسامات ما في حدا بيقدر يعطي لأنه الطبيعة البشرية إنه عقلك وقلبك بوقفوا في هاي الحالة حتى في هيك حالة المدرب هو بيحكي اللاعب مش مركز يعني المدرب بصير موضوع كله مجرد تأدية واجب المدرب بيجي بحط خطة واللاعب بيتفرج بيعمل حاله سامع بس ما في شي لا فكرة مفهومة ولا فكرة مطبقة فلو جبت أحسن مدرب مش هيسيطر ومش هيقدر يعطي هي كرة القدم الآن مثلث لاعب مدرب إدارة لازم تكون العلاقة بينهم جميعا جيدة وإذا العلاقة تسممت صار فيها حسابات شخصية صار فيها نوع من الاستفزاز نوع من صراع السلطات هذا المثلث كله حيسقط ما في مثلث بينجح إلا بثلاث أضع قبل أي حدا بدي يعمل فريق قبل ما يفكر لي تكتيك وخطة واسلوب ومدرب وهذا كلام لازم يفكر بالجو لازم يفكر بالحالة النفسية بالحالة الذهنية هذا أصبح واضح وربما منذكر بايرن أنشيلوتي اللي كان رفيق ورقيق وبايرن هاينغس اللي كان قتالي وكان مرعب نفس الفريق بمدربين ممتازين الفرق بالأجواء فقط هذه هي الأجواء المسممة اللي هي أقوى من أي لعب كرة قدم في العالم حتى لو كان ميسي أو كان رونالدو نوصل هنا إلى تهي الحلقة أتمنى منكم تشتركوا بقناة سيفيس بورد على اليوتيوب وتنتظروا المقال كل اثنين والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة